يبقى قلنا الرئة قد تكون سبب من أسباب دقة النفس وقلنا الأنيميا حد يقول لي الله الأنيميا آه ست المحترمة دي اللي اتصلك وبتقول لي هو الأكل يا دكتور ممكن يبقى له علاقة بدقة النفس العقل الأكل يبقى له علاقة بدقة النفس بطريق مباشر عن طريق ملء المعدة فأنها تمنع الحاجة بالحاجز ينزل طب فيه طريقة تانية أيوة إيه هي صلوا معايا على حضرة النبي إيه بقى إنه الواحد يبقى عنده أنيميا يعني مكلش كويس خدوا بالكو أغلب اللي عندهم أنيميا تخان مش رفيعين إيه ده إيه ده إيه ده دكتور حسين الشورى ما تلخبطناش معاك أيوة لأنه الأنيميا لها علاقة بنوعية الأكل جودة الأكل مش كبيت الأكل الرجل عملكوا لعيش عيش عيش رز 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 مكارونا 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 بطاطس بطاطس بكوش يا ري كل ده مش هيزبط الأنيميا ما اللي يزبطها الحاجات اللي فيها حديد زي إيه زي الكبدة والأول الكبدة 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 بس مش في الشارع الكبدة اتنين اتنين التفاح ودايماً أقول حاجة لطيفة كل حاجة تشقها نصين تسود فيها حديد يعني علاج أنيميا هات التفاحة وقسمها نصين تسود بعد شوية هات الموز يسود بعد شوية هات الكومترا تسود بعد شوية بس مش تسود قوي العنب الفراولة كل الحاجات دي فيها حديد البيدنجان وما أدركب البيدنجان والبيدنجان تقدر حضرك تشقه تسيبه شوية يسود فتقدر تاكله مسلوق وتقدر تاكله في فرن البتجاز وتطلعه وتشيل القشرة وتاكل القلب البنجر طبعا رائع جدا بس مش لمرضى السكر يبقى يعالج القانبية بس ما يكونش مرضى سكر والموز مش لمرضى السكر شا احنا عارفين